الفقرة الأولى من الفصل النهاردة لأنه لم يكن محصورا في الجسد كما يتوهم البعض أو أنه بسبب وجوده في الجسد كان كل مكان آخر خاليا منه أو أنه بينما كان يحرك الجسد كان العالم محروما من أفعال قدراته وعنايته غير أن الأمر العجيب والمدهش جدا هو أنه مع كونه هو الكلمة الذي لا يحويه شيء فإنه هو نفسه يحوي كل الأشياء وبينما هو موجود في كل الخليقة فإنه بحسب جوهره هو متميز عن كل الخليقة فهو حاضر في كل الأشياء بقدرته فقط وليس بجوهره ضابطا كل الأشياء مظاهرا سيادته على كل الأشياء وعنايته بكل شيء وواهبا الحياة لكل شيء ومع أنه يحوي كل الأشياء ولا يحتويه شيء إلا أنه كائن كليا في أبيه وحده سيدنا يمكن كل جملة من الفقرة دي وحدها الحياة محتاجة شرح يعني إيه هو حاضر في كل الأشياء بقدرته فقط وليس كمان بجوهره طبعا الفقرة دي من أهم الفقرات اللاهوتية عند أبينا القديس أثنانسي السرسولي وفيها فكر فلسفي جميل وبسيط يعني مش فلسفة مع أدى فبيقول بالرغم أن المسيح كان متجسد لكنه لم يكن محصورا في الجسد دي رد على مين بقى اللي يقولك طيب لما كان في بطن العدرة مين كان بيدير الكون بالزبط طب لما كان ميت في القبر إزاي بقى ميت وهو الإله اللي بيدير الكون بالرغم أنه كان موجود في الجسد لكنه لم يكن محصورا في الجسد كما يتوهم البعض ودي حكاية دي بحقيقة بسيطة يعني مثلا إحنا في الحضارة الحديثة يعني شوفوا دي أيام أثنانسي سكرنا الرعب حضارة الحديثة إحنا نتقاعدين في الستوديو لكن الصوت وشكلنا واصل لكل الناس في أي حتة فيها الإرسال بتاع التلفزيون فإذا كان الإنسان بيقدر يعمل حاجة زي كده فكلم يكون الله حاجة تانية الصوت حضرتك أو أنا لما بنتكلم الصوت بيخرج مننا لكنه بينتشر في كل المكان اللي احنا فيه كله سامع وكله سامع فهو مش محصور كم يكون بالنسبة لله كيف نتخيل أن الله يقع محصور جوه جسد هو تجسد لكنه ما زال يملأ الوجود مثلا الشمس هي موجودة في مكان ما في الفضاء ترسل أشعاتها وحراراتها للعالم المحيط بيها يعني المجموعة الشمسية بتاعتها والشمس ممكن أن يفتح شباك البيت فتدخل الشمس وتملأ البيت ويمتلأ بالنور وبالدفع ومع ذلك البيت ما حصرش الشمس جوه موجودة برا ومن وراء الحون فإيه المشكلة في أن يكون الله حاضرا في جسد وفي نفس الوقت هو يملأ الوجود عشان كده يكمل يقول لم يكن محصورا في الجسد كما يتوهم البعض أو أنه بسبب وجوده في الجسد كان كل مكان آخر خليا منه حاش أو أنه بينما كان يحرك الجسد كان العالم محروما من أفعال قدراته وعنايته يعني إيه إحنا جسدنا ده بيتحرك بسبب وجود النفس العقلة فيه لو النفس خرجت الجسد بجثة هامدة طبعا المسيح كان زينا بالضبط عنده نفس إنسانية وعنده الجسد بتاعنا لكن كان فيه حاجة تانية هي اللهوت الألوها فبيقول الألوها ده هي اللي بتحرك الجسد تحركه يعني إيه يعني المسيح لما يمدي إيده عشان يلمس واحد أبرس يشفيه بقدرته الإلهية لما يمشي على المية بقدرته الإلهية لما يؤمر الرياح ويخرج الصوت من فم وصوت إنسان لكنه بقدرته الإلهية بيحرك الريح اللي حواليه ويوقفه فبيقول بالرغم إنه كان لهوته ده يحرك الجسد بتاعه ما كانش العالم من برة محروم من أفعال قدراته وعنايته يعني حضرتك لو إنك قاعدة معنا هنا في الستوديو بنعمل حلقة مش هتقداري ديراتي تبقي بالتابعي الطبيخ اللي في البيت أو أطفالك اللي في البيت أو اللي في المدرسة فأنت قدراتك محصورة فيه داخل حاجة معينة بنخلصها نعمل البعدة المسيح ما كانش كده فيما هو يتكلم مع الناس كان بيدير الكون بقدرته الإلهية فكونه بيعمل أعمال في جسده دي مش بتحرم العالم من أفعال قدراته وعنايته لأن العالم لا يستطيع أن يستغني عن عناية الله وقدرته طيب سيدنا يعني احنا بنقول ناسوته لم يفارق الاهوته لم يفارق ناسوته وفي نفس الوقت إن يفتك بتشرح لنا إن بلهوته كان بيمشي على المية بلهوته كان لما بيمد إيده وبيشفي في نفس الوقت يمكن الناس كانت بتقول طيب ما بلهوته كان ممكن ميبقاش حاسس بالعذاب وهو على الصليب لأن هنا فيه لهوت ده قدرة الإله فعايزين نفرق بينهم مه بس أنا لما أقول بلهوته بيمشي أولا اللهوت مش بيمشي لكن هو بيمشي برجليه النسوتية بس قادر يمشي على المية لأنه فيه أولوها القدرة يعني الأولوها الحالة في هذا الكيان الإنساني واخد بالك كونه هو الله الظاهر في الجسد يقدر يمشي على المية الحاجة ما يقدرش يععملها البشر كلمة يمشي خاصة بالنسوت والقدرة نفسها بالمشي على المية تبقى خاصة باللهوت دون أن ينفص الله ففيه بالرغم الاتحاد الكامل بين اللهوت والنسوت بنسميه اتحاد أكنومي لكن دي ما تلغيش أن الاتحاد ده بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا تشويش ولا تلاشي ولا انفصال ولا استحالة ففي الحالة دي هيبقى ما فيش أعمال بتاعة النسوت ننسبها لللهوت يعني لما أقول مات يبقى مات بالجسد لما أقول تألم يبقى تألم بالجسد لما نقول مثلا جاع جاع بالجسد نام يبقى نام بالجسد بس عشان الاتحاد الأكنومي الكامل بين اللهوت والنسوت يبقى اللوغس اللي هو أكنوم الكلمة داء الحاجات دي بجسده نقول له يا من ضاق الموت بالجسد يبقى حتى اللي هو الداءه بالجسد مش بذاته لأنه هو غير متقلم ايه غير متقلم الجسد هو اللي خضع للألم اه بصي هشبهها وقلتها قبل كده لو أنا عندي رغيف عيش ومسكته عمري ما تلسع لكن لو عندي نار ولمستها هتلسع طب لو أنا خدت رغيف العيش ده حطيته في توستر ولا في مايكرو ويف وبقى سخن ولع وهخرجه كده بمرقاط ويجي واحد يلمسه ويقول لك نار 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 وتلسع ويديه فقت نقول له في حد يتلسع من العيش ويقول لك ما العيش سخن ولع هنا بقى فيه نار وفيه عيش طيب صفة بتاعة اللاس عدية بتاعة العيش ولا بتاعة النار 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 بس موجودة موجودة في العيش اه انا بقى لو اجبت سكينة وقطعت الرغيف دوت الرغيف سخن ولع وقطعته قطعت النار ولا قطعت العيش 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 الاتنين متحدين ببعض اتحاد كامل لكن فيه حاجة تجوز في النار وحاجة تجوز في العيش ان النار بتلسعني العيش ممكن يتقطع وممكن يتاكل. فهنا ما فيش اختلاط ما فيش اختلاط اطولة متزاج ولا تغيير. ولا تغيير يعني يعني النار ما بقتش عيش والعيش ما بقاش نار. كله محتفظ بخواص. وخواص بس في اتحاد في اتحاد كامل زي بالزبط فينا احنا كبشر النفس غير الجسد فالجسد متحد بالنفس من ساعة ما الانسان بيتكون في بطن قمه من لاحظة اول تكوين اول خلايا لكن طبيعة النفس غير طبيعة الجسد والاتنين اتحادين مع بعض لما اقول نفسيتي تعبانة شوية. غير ان انا عند اصدع صحيح. ان ده قلم عضوي في حاجة عضوي وحاجة نفسي ولكن الاتنين مرتبطين ببعض والقلم النفسي ممكن يجيب قلم عضوي والقلم العضوي ممكن يجيب قلم نفسي في الانسان الطبيعي. هو نفس الانسان لكن عنده عضوي ونفسي. اه لكن عنده طبيعتين دول متحدين في طبيعة واحدة اللي هي الطبيعة الانسانية ده المسأل اللي قالوا الاباء يشرحوا ازاي الطبيعة الالهية اتحدى بالطبيعة الانسانية. بتقرب المسافة كتير جدا شايدنا طبعا. فدلوقتي يبقى المسيح في لهوت في نسوت في اعمال خاصة بالنسوت وعمال خاصة باللهوت. بس بدون انفصال. لما بنقول دي خصب دي وده خصب دي بس على مستوى التفكير. لكن عمليا كان المسيح شخص واحد. هو اللي بيمشي هو اللي بيمدي ايده هو اللي قال كلمة ساعة عرص قرنة جليل كل حاجة. فاللهوت المتحد بالنسوت ده بيعمل المعجزات. هنا القديس اثاناسيس بيقول المعجزات او الاعمال بتاعة الجسد دي ما كانتش بقى محصورة جوا الجسد بدليل انه كمان بقدرته اللي هي بيدير الكون كله. ما حصلش اي تغيير ولا خلل. اه يوه. وقت ما كان في الجسد. بالزرط. صحيح.